السلام عليكم متابعين قناة الأعزاء أتمنى تكونوا بخير متكملين مع بعض سلسلة النباتات والخطوات الغريبة نمنقدمها مع بعض على القناة والنهاردة زي ما احنا شايفين الخضرنا الغريب وهو البطاطس البنفسجية قدمنا قبل كده البطاطا البنفسجية وتعرفنا على فوائدها واللي ما شافش الفيديو بتاعها وحابب يشوفه حسيبه لحضراتكم بإذن الله في أول تعليم ولكن الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف عن البطاطس البنفسجية حنتعرف على فوائدها والفرق بينها وبين البطاطس العادية في البداية يا ريت متنسوش دعموكم لينا باللايك والاشتراك في القناة متنسوش كمان تفعلوا جرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد ولو بتشوفوا القناة الأول مرة أعملوا جولة سريعة على محتوى القناة من قدم عليها مجموعة جديدة من الوصفات وكمان نباتات وفوكه نذرة إلى جانب أهم الأغبار المتداولة على السوشيال ميديا أول حاجة طبعا البطاطس بتاعتنا اسمها البطاطس البنفسجية أو البطاطس الإيرجوانية فيها نسبة عالية جدا من النشا فيها الوحدة بس منها فيها 87 صعر فيها 2 جرام من البروتين 20 جرام من الكربوهيدريت 3 و 3 من 10 جرام من الألياف 1 جرام من الدهون لو أكلنا منها بتمد الجسم بـ 3 و 4 جرام من السوديوم من احتياجاته من السوديوم 6% من احتياجات الجسم للمنجليز 21% من احتياجات الجسم من النحاس 2% من احتياجات الجسم للحديد 8% من احتياجات الجسم للبوتاسيوم بتوفر كمان 18% من احتياجات الجسم لفيتامين بي 6 كمان بتوفر 14% من احتياجات الجسم لفيتامين سي فوائدها عديدة جدا مختلفة عن فوائد البطاطس العادية في البداية هي مفيدة لمبدأ السكر طبعا هنا عشان هي فيها نسبة مخافضة من الكاربوهايد فيت وده طبعا باختلاف عن البطاطس العادية البطاطس العادية فيها نسبة مفتفعة من الكاربوهايد فيت فالبطاطس بتاعتنا ديت عشان فيها نسبة مخافضة من الكربوهيدريت ده بيخليها من الأطعمة الصحية لمرضى السكر بالإضافة كمان بتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسادة اللي تمدع تحويل النشويات إلى السكريات في الدم فعشان كده بتزبط نسبة السكر في الدم تاني حاجة البطاطس بتاعتنا ديت عشان فيها كمان نسبة عالية من مضادات الأكسادة فبتحمي الجسم من الأمراض المزمنة زي السرطانات كمان بتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع لأن هي من الأطعمة المفيدة لمرضى الضغط المرتفعة كمان هنا البطاطس بتاعتنا البطاطس بتاعتنا بتساعد على فقدان الوزن وده طبعا عكس البطاطس العادية لأنها فيها نسبة عالية من الألياف فبتحسس الإنسان بالشبع والامتلاء البطني لفترة طويلة فبتساعد على فقدان الوزن البطاطس بتاعتنا بتقوي المناعة لأنها فيها نسبة عالية من فيتامين سي فهي طبعا فيتامين سي أحد الفيتامينات اللي بتقوي الجهاز المناعي فلذلك فهي مفيدة للجهاز المناعي كمان البطاطس البنفسجية غنية بفيتامين A الكتعة المتوسطة منها أو الوحدة المتوسطة منها بتمدل الجسم بأقصر من 200% من احتياجاته من فيتامين A كمان هنا فيتامين A بيقدر طبعا بيمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة وصحة الجلد وصحة العظم كمان بيعتبر من أحد مضادات الأجسادة اللي بتعزز من قدرة الجهاز المناعي عشان تواجه الفيروسات والمكروبات اللي بتهاجم الجسم دي كانت نفذة وسيطة عن البطاطس البنفسجية استنونا بإذن الله في وصفات مختلفة من البطاطس البنفسجية واللي محتاج إن شاء الله فيديو البطاطس البنفسجية هنشوف شكلها دلوقتي اللي محتاج الفيديو بتاعها حسيبه لحضراتكم بإذن الله في أول تعليق أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالشير لي الفيديو واستنونا بإذن الله في فيديوهات جديدة وسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر